ها نحن أولاء في الليلة الختامية وفي آخر ساعات شهر رمضان المعظم ونستقبل في الصباح عيد الفطر المبارك الذي يسمى في السماء بيوم الجائزة جائزة التي أنالها من صام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل هذا الغفران والفضل وما تكفل الله به من جزاء للصائمين وما ينتظرهم حين يختمون الشهر بغروب شمس آخر يوم من رمضان يكون انتهى الشهر ويجب على كل إنسان أن يخرج زكاة الفطر عبارة عن صاع والصاع بالكيل المصري قدحان من قمح أو شعير أو تمر أو سبيب على كل حر أو عبد ذكر أو أنسى صغير أو كبير من المسلمين من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة من أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقة ومع هذا يجب أن يخرجها